نظر خصمك في المحكمة كما شئت عارضه بما تشاء وجه للمحكمة ما يحفظ لك حقك ولكن عليك أن تلتزم أدب الحوار وآدب الاختلاف ابني أن كنت طالبا في كلية الحقوق جماعة القاهرة في سنة أعتقد ستة وخمسين أو سبعة أو التحقق خمسة وخمسين ألف وتسعمائة خمسة وخمسين كان أستاذنا الدكتور رمزي سيف أستاذ المرافعات القدير يقول لك لا تنتقد بحديثة الطعن طعن استناف أو مذكرة في الاستناف أو في النقض لا تخطئ المحكمة ولا تلوم المحكمة تحدث عن الحكم خصمك هو الحكم فأنت حينما تنتقد الحكم أنت لم تمس في مقام المحكمة شوه الفرق اتنين أنت تستطيع أن تنتقد الحكم بالعبارات المهذبة حينما تقول أخطأه التوفيق أو فاته السداد أو أخطأه السداد فأنت بهذا قد عبرت عن خطأ الحكم ولسه بحاجة إذن إلى أن تستخدم الألفاظ الغليظة التي ينقف منها المتلقي وكان في مشاهد أنا شفتها في محكمة النقض بعض الزملاء حينما يتحدثوا عن الحكم المطعون فيه يترك الحكم ليمس من أصدروه أو يعلقوا على مذكرة النيابة نيابة النقض فيعني يفوتوا ترك الموضوع إلى نسبة الفعل أو الخطأ إلى نيابة النقض فعلى طول تلاقوا محكمة النقض إيش مأزت ونفرت من هذا في حين أنك حينما تلتزم أدب الحوار وأدب الاختلاف هتلاقي أنه كلامك واصل وحجتك واصل